أعلن قطاع الحج والعمر في وزارة الأوقاف والإرشاد عن تقديم خدمة الإعاشة لحجاج بلادنا للموسم الحالي 1444 للهجرة ودعا الإعلان جميع الراغبين للتقدم لمكتب شؤون حجاج اليمن بمكة مكرمة لسحب ملف الشروط والضوابط والتعليمات الخاصة باعتماد الشركات والمطابق ابتداء من اليوم الاثنين الثامن عشر من شوال من سنة 1444 للهجرة وإعادة تسليم الملف بعد استفائه للشروط يوم الخميس الحادي والعشرين من شوال خلال أوقات الدوام الرسمي ترجمة نانسي قنقر